وكل النساء فعلا قوية بالحق بالثقافة بأن تكون فعلا بصمة واضحة في المجتمع محققة إنجازا يفتخر به هذا مهم جدا مش إنجازاتنا بديش أروح موضوع ثاني عارفة أنوار الشغلات اللي أنا ممكن أعلق عليها كل بمتفتح بس خلينا نروح الرومتزم أحسن هل يرتبط رومتزم المفاصل بأعضاء أخرى في الجسم وما هي مضاعفات الإصابة به مع الدكتور رائد فرسخ المدير الطبي لمشفى الإسراء وخصائي جراحة العذاب والمفاصل كيف الصورة عجبتك؟ آه ما شاء الله عنكم صباح الخير الله يسعد صباحك والله زمان عنك يا دكتور أهلا وسهلا نورت شاشتنا كالعادي والمعتاد الله يسعدك منوري بأهنها الله يسعدك إحنا منعرف أنه فيه التزامات بالوقت وما إلى ذلك فبدنا نروح على الموضوع مباشرة في صلب الموضوع الرومتزم كثير منسمع هذا المصطلح كثير الناس فيه ناس بتخاف منه بمعنى أنه تربطه بأعضاء أخرى في الجسم فبتقول لك أنه نزل الرومتزم على المفاصل مفاصلة بوجعوني وما إلى ذلك إيش هو تعريف الرومتزم بالمصطلح الطبي؟ أول شيء أحابب أحكي شغلين لجميع المشاهدين والمستمعين أنه بداية على فكرة فيه مرات خلط في موضوع مرض الرومتزم أول إيش مرض الرومتزم هو عبارة عن مرض بخصص أطباء الرومتزم الباطني إحنا مرات بتدعونا على لقاءات زي هيك فبنلبي هذا النداء بنيجي بس هو بالحقيقة هو عبارة عن مرض للكسم الباطني لأخصائيين الرومتزم فقط وليس لأخصائيين جراحة العظام والمفاصل سبحان الله مع أنه إحنا داما إحنا بنفكر أنه هذا لأنه شغل مفاصل ما مفاصل فخلاص بروح على تخصص فهذا مفهوم موجود يعني لدى المجتمع كله أنه موضوع هاي أول غلطة إحنا بالنسبة لأنه إحنا بنربط بأخصائي العظام والجراحة وما إلى ذلك وليس بالباطن بالباطن فهو له تخصص خاص لأخصائيين باطني أخصائي رومتزم يعني هو الرومتزم جزء من اختصاص الباطني ولكن في حال أنه تم تشخيص وإثبات أنه المريض مصاب بمرض الرومتزم لأنه بتعرف في شغلات كثيرة ممكن تصيب المفاصل والآلام هلأ بداية مرض الرومتزم هو عبارة عن مرض مناعي والتهابات بيكون فيها جسم المناعة في الجسم بتهاجم الخلايا السليمي في المفاصل بحيث أنه بيصير مناعة أجسام مضادة لخلايا سليمي في الجسم منها الغشاء المبطن للمفصل فبتصير يتهاجمه بحدث التهابات في المفصل ولاحقا إذا ما تم علاجه بيصير عملية ضمار في سطح المفصل وبتلف المفصل وبتطر سعيتها بيصير تدخل الجراحين العظام اللي هي لمضاعفات الرومتزم نعم يعني هذه إحدى المضاعفات اللي بتصير على المفاصل نعم نعم طب إذا بدنا نحكي عن العوامل الخطورة في هذا المرض أين تكمن؟ هلأ عوامل زي ما حكيت عوامل الخطورة إنه إذا كان التشخيص مبكر والعلاج مبكر بفترة قصيرة إنت بهذه الحالة لما تكون بعلاج الرومتزم بتم حماية المفصل من إنه يصير فيه تلف في غضروف المفصل ومضاعفات الرومتزم تظهر إنه يصير تلف يصير انحرافات يصير أي مشاكل للمفصل فهو بالدرجة الأولى أصلا العنوان تبقى خصائي الرومتزم والأطباء إنه هي حماية المفصل من الدمار من الرومتزم فهو بيثبت هذه الأجسام المضادة للخلايا السليمة في المفصل على أساس إنه ما تدمر الخلايا اللي هي أصلا ما فيها أي مشكلة بالمفصل فهو بيكون وقايي للخلايا تاعة المفصل ما تتلف فهو ده يعني بالضبط علاج الرومتزم نعم طب شو الأعراض اللي ممكن تظهر على هذا المريض لحتى فعلا إحنا نصنفه أو نشخصه إنه هو عنده رومتزم في المفصل هلا قبل ما نحكي أنا صراحا بارح شفت ديتشالات أهم إشي إنه إنت يعني من الأعراض إنه يكون يشكي من أكثر من مفصل يعني نادرا ما يكون إحنا بنسميه مونو أريثرايتس إنه مفصل واحد مصاب نادرا عادة بيصير بيشكي من أكثر من مفصل والأكثر من مفصل بيكون غالبا بالجهتين يمين ويسار لو نتعرف الجسم بالأعضاء تقريبا اللي هي الطرفية بنقسم يسارا ويمينا يعني فيه رجل يسار ركب يسار يركب يمين يد يد فعادة بيصيب اتنين هلأ الإشي المهم إنه أنهم من الناس اللي أكثر عرضة للإصابة بمرض الروماتيزم هلأ فيه إشي كثير بيحكم إنه بالدرجة الأولى اللي إحنا بنسميه إنه العوامل للإصابة بالروماتيزم العمر يعني بعض الستات فوق الأربعين بس هو بالأفارج بالستينات طبعا فيه مبكير ممكن يصير الشغلة الثانية نوع الجنس هلأ الست أو الإناث يصابين مرتين إلى ثلاث مرات أضعاف الرجال أكثر عرضة للإصابة أكثر عرضة للإصابة شو السبب إنهم أكثر عرضة؟ هلأ هاد بالإميون سيستم للجسم لأنه فيه شغلات تانية هلأ بحكي لاحقا للسبب إنه الست أكثر إنه حتى اكتشفوا إنه الستات اللي ما أنجبن ما أنجبن أطفال يعني ما صار عند نحمل إنجاب أطفال ورضعوا كذا عرضة للإصابة أكثر من الست اللي أنجبت فهي له دخل في تأيرات معلومة جديدة وغريبة الشغلة الثانية السمني إنه السمين تدخل في هذا الموضوع عرضة صحيح نعم الشغلة الثالثة إنه المدخنين المدخنين وفيه إشي وراثي عامل وراثي وإنه العائلة أو إنه بعض الناس بيكونوا حاملين جين معين يسموه يومان اليوكوسايت أنتيجين كلاس 2 هذول بيكونوا عرضة للإصابة أكثر من الناس اللي مش حاملين هذا الجين يعني هاي أبرز العوامل بصراحة الشغلة الثانية إنه المهم إنه الطفل اللي أمه مدخنة يعني نربط الموضوع بيكون يعني اللي تعرض لهذه عرضة للإصابة أكثر من اللي ما كان صحيح فهدول الشغلات حتى اكتشفوا إنه الست اللي أرضعت بتكون أقل من الست اللي أنجبت وما أرضعت يعني هذا طبعا من دراسات دراسات نعم يعني بعملوا دراسات هلا بتيجي إنت على موضوع إنه هذا المرض والناس المعرضين للإصابة فيه لهذا السبب إنت بتيجي تسأل إنه عندكم بالعائلة روماتيزم مثلا الوالد الوالد الخالي الخالات الكزل يعني حدا من من الأقارب من القريبين عندهم مرض روماتيزم أو لا هلا الأعراض اللي اللي بصير الشكوى منها غالبا غالبا يعني حتى وإحنا الطلاب في الجامعات أنا بحكي لك إشي قبل خلال إنه 25 إلى 30 سنة إنه كان من ضمنه إنه في مثلا ثلاث شغلات إنه يكون هم بسامو سيمتركة المتشابه إنه اليسار واليمين يعني أكثر من مفصل بالجهتين إشي بيسموه إنه تيبو الصباحة إنه الشخص الصبح بصحة مش عماله بقدر يحرك إيديا يفتحهم وسكرهم الشغل الثالثي إنه إنت تعمل أحد الفحوصات ويكون عالي إنه مثلا ممكن الترسيب ممكن عوامل الرماتويد فأكتر إنك تفحصها وفيه جديد العلم كثير صار متطور أكثر يمكن قبل كان لكل الناس يعتمدوا على إنه يحكي روماتويد فاكتر هلأ دخلوا كثير ديب أكثر بعنك في الموضوع صاروا يفحصوا الإشي اللي إحنا بنسميه الكمبيمانت اللي هي الأشياء اللي سبسيفك على الهاي فإشي فيه فحوصات بيسموه أنت نيوكليار أنت بديو أنت سي سي بي هدولة بيكون دكتهم وتشخيصهم عالي جدا فإنت ممكن الشخص تعمل له بعض الفحوصات ما يكون بس تعمل يظهر إنه بيكونوا يشكوا غالبا برضو من تورم في المفاصل في الجهتين آلام هل يصحب هذا آلام آلام وفيه إشي إنه عامل مهم إنه إحنا حتى مرات نحتاج عن شغل إنه هنها دولا المفصل التالف المفصل التالف اللي ناتج من روماتيزم غالبا ما بيكون غالبا ما بيكون مناقر عظمية على الجنب إحنا بسمي الأستيوفايت اللي بصير بالتغيرات الطبيعية نعم نعم طب ذكرت نقطتين بدي أوقف عندهم هما إنه أول شيء نقطة الأولى بخصوص الروماتيزم في المفاصل هل يكون في المفاصل العلوية والسفلية أم هل بالإمكان أن يكون فقط في أحد الأطراف يعني علوي أو سفلي يعني علوي فقط وحده أو سفلي وحده أم في كلا الطرفين هل هسا الموضوع إنه الروماتيزم لما نحكي عن جهاز المناعة بيكون أجسام مضادة فالأجسام المضادة بتكون يعني ضد الخلايا المبطنة للمفاصل فهي له كل المفاصل يعني فممكن أي مفصل بالجسم يتهاجمه نعم بس بالعادي يعني الشيء الأكثر إنه بتهاجم المفاصل الصغيرة الصغيرة اللي هي مفاصل أصابع اليد أصابع الرجل ممكن الرصغ منطقة بس دائما أو غالبا تيجي بالمفاصل الصغيرة بتصيب المفاصل الصغيرة وبتهاجمها أسرع من مواجمة على الرغم إنه في بعض الأمراض الروماتيزمية فقط بتيجي بالمفاصل الكبيرة مرات اللي الأمراض اللي بتصاح التقرحات الكولون أولا ممكن أنها تيجي بس بالمفاصل الكبيرة يعني مثل الورك والمفصل الركبة أو إنه حتى المفصل بين الحوض والعمود الفقري في الساكر إليك وهذا مرات نوع من الروماتيزم بهاجم لوحده يعني مش بالضرورة يصيب كل الأماكن وممكن يكون في كل الأماكن يعني هذا وارد وهذا وارد لهذا السبب هم بيحكوا أنه هبط الروماتيزم ممكن تكون قوي وممكن أنه أنت يقدر يكون يثبطه يكون قليل جدا طب ذكرت أيضا معلومة دكتور رائد أنه النساء أكثر عرضة بالإصابة بهذا المرض ولكن النساء غير المنجبات هن الأكثر عرضة في هذه الإصابة معينو إحنا بنقول واحد اللي بتولد وبتخلف أنه بيصير عندها نقص الكالسيوم وأنه البي بيأكل من جسمها ومش عارفة هذه الأمور فبيصير عندها يعني ممكن قابلية للأمراض أكثر من النساء الأخريات بس ليش النساء حسب الدراسات نعم هذول هم يعني بتم عمل دراسات على مثلا بيجي عندك طبعا إحنا يمكن عندنا الأمور شوي مختلفة بس إذا بتروح على شوف البلاد الكبير والمتقدمة بيكون إنهم مستشفيات خاصة بتم فيها العلاد فإنت سهل إنك أنت تيجي تعمل دراسي يعني أنت ممكن يتراجع العيادة عندك غيرا نقول بشهر ألفين بسهولة مثلا إنك أنت هذول الألفين تيجي تعمل عليهم دراسي واتبع معهم فهم بالدراسات اللي عملوها وبالتحليل للدراسي أنه طلعوا نسبة الستات التي تصاب تساوي ضعفين إلى ثلاث أضعاف من الرجال هذه الدراسة على الشريحة الموجودة عندهم فإنت لما بتيجي عندك كلمة بيكون واضح إنه فيه فريق بتم اعتمادها يعني أنه بتكون على شريحة القاعدة تبعتها كبيرة نعم فإنه يبدو أنه التغيرات الهرمونية اللي بتصير هي من تساهم فيه هي من تساهم بأنه يكون لأنه بتعرف حتى الست المنجبة مثلا التعرض للدالي للإستروجين والكل شهر أقل بيصير أنه نسبة البروكسترون أعلى في الجسم لفترة التسع شهور الطبويض فترة بتوقف لفترة فإنه يبدو أنه التغيرات الهرمونية للست أو ممكن أنه يكون حتى معروف أنه السمنة ممكن أكثر شوي يعني يعني طبعا لعوامل متغيرة من مرأة إلى أخرى لكن نعود إلى موضوع الروماتيزم بعد أن ظهرت الأعراض بعض الآلام الانتفاخات كما ذكرت متى يجب زيارة ورؤية الطبيب صراحة المفروض أنه إذا الشخص بدأ يشعر في ألم بأكثر من مفصل وخاصة إذا كانت تيبس الصباحي مع الألم بالجهتين يمين ويسار تقريبا متساوية بتكون فيه غالبا نعم في هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب وغالبا بتتم تشخيصهم مبكرا غالبا يعني لأنه بتعرف مرات مريض الروماتيزم من الألم ومن المعاناة إلا يراجع شخص واثنين وثلاثة وأربع هلأ إذا أجريت الفحوصات السليمة يعني مثلا أنا أحد الناس أطباء العظام إذا تم تشخيص الشخص الروماتيزم بحكي له راجع طبيب الروماتيزم علاجك عن طبيب الروماتيزم يعني هو ليس تخصوصه إضاء فيبعث لأنه صراحة علاجة في فحوصات معينة نعم بتعمل فحوصات هسا أثبت الموضوع الروماتيزم بروح باتجاه أخصائي الروماتيزم حتى يعالجوا لشغلتين أول شي هم أطباء الروماتيزم أعلم من أطباء العظام بالجرع وترتيباتها وعلاجها الشغل الثاني إنه جزء كبير من هذا المرضى بدهم يغضوه لفترة طويلة ومرات صراحة إنت ممكن إحنا إذا بنحكي على الأشياء البسيطة إنت تدخل على إشي بسيطة تبدأ بالعلاجات البسيطة ممكن يكون سعرها مش غالي يعني اللي أنت بعضه مثل تريكسات كورتيكوستيرويد مش غالي بس أنت لسه في عندك ممكن تروح توصل تحتاج علاج بيولوجي والعلاج البيولوجي غالي غالي وغالي جدا يعني أنت ممكن تحتاج بالأسبوع إبري بتكلفة أقل بتحكي لك خلالي نحكي يمكن 700 دولار بالأسبوع فأنت هادي وصراحة يعني أنا دائما بحكي إحنا من وزارات الصحة الجيدة اللي عنا في بتوفرها بتوفر هاي العلاجات البيولوجية أغلبهم بجوز بسمعه في الهيوميرا هذول العلاجات بيولوجية بيستعملوها ف90% من المرضى بتم علاجهم في المراكز الحكومية ولدى أطباء هذا بالنسبة للعلاج يعني ذكرت أنه في فحوصات يتم إجراءها ومن ثم وصف العلاج من أخصائر ومتزم طبيب هلأ الوقاية ما هو عشان وفرها حالا وعن ليش أنه موضوع يا دكتور أروح أشتري إبريب بمئات دولارات بس قبل هذا الموضوع على موضوع الوقاية بدي أسأل إذا لم يلتزم بالعلاج وإذا لم ربما يذهب ليشخص من قبل طبيب مختص هل هناك مضاعفات قد تؤدي بصراحة إلى خطورة كبيرة على وضع الصحي هلأ موضوع خطورة صح أنه في بعض الأماكن قد تصاب بالروماتيزم منها منها عضلة القلب وغشاء القلب وكذا والرئة وغشاء الرئة قد تصاب بس خلينا نحكي إحنا شوي على الأمور اللي أهون أهون أنه على الأقل أنه المفصل إذا صار دخل في موضوع أنه بدأ يتلف المفصل الشخص رح يصير يعاني بحيث أنه بعض الأشخاص اللي إذا كان عندهم مهبة الروماتيزم عالي وبالأطراف السفلي أنه ممكن يبطل يقدر يتحرك ولا يمشي وبعض الأشخاص باليد ممكن يحدث انحرافات تصير تشوف في شكل الإسبق انحراف إلوه وعدد في إشي بيسمه رقبة الوزي وفي إشي بإسوان نك وفي بوتونير حتى الشكل سعيته هذا إحنا بنسميه الريفيرساب البرجعش يعني أنت لما يوصل يصير فيه تلف أنت ما بتقدر ترجع فيه للخلف فأنت دك تسيطر على الوضع عشان ما يتفاق يعني أنت بدك تخليه بالسوء اللي هو بس ما يزيد صحيح صحيح فالمفروض أنه يكون فهم أصلا دائما يعني أنا بكون بلاحظ أنه كل زملائنا من أخصائي الروماتيزم بيكون حريص أنه يحافظ على المفصل ما يتلف صحيح لأنه أي تلف بحدث بالمفصل هو ما بقدر يعدله بالعلاج بتاتا أنت بدك صير تنتظر حتى المفصل يتلف كليا عشان تستبدله بمفصل صناعي نعم فأنت لهذا السبب مفصل الصناعي ممكن برضو بالنهاية إحنا بنقول دائما يعني حافظ على الشيء الطبيعي الموجود في الجسم لأنه أكثر فعالية أكثر جدوى وأكثر نفعا بالتالي إحنا هون بنروح لموضوع الوقاية عشان إحنا نتفاد هذا المشوار الطويل كل ياته والتأثير لا سمح الله لاحقا على القلب والرئتين ومضاعفات أخرى قد تحد من حركة هذا المريض لابد من الوقاية بماذا تتمثل في هذا المرض بالذات الأشياء اللي أنت ممكن بتكون من المؤثرات اللي بتزيده بتقدر تتجنبها خلينا نحكي أنه موضوع التدخين توقيف التدخين جزء أنه أنت وقائي الشغل الثاني زيادة الوزن أنه يكون أنت الوزن ضمن المثالي هلا اللي ربنا يعني قد أصابه فيه جو ممكن أنه يحافظ على هاي المفاصل بالنشاط الرياضي سواء بالمشي أو بالسباحة أو بكذا في أي نشاط رياضي بمعدن حوالي بدك تقريبا نص ساعة خمس أيام بالأسبوع بتكون يعني سرعة نعم نمط صحي بصراحة نمط حياتي هو أكثر يعتمد مما أنه يكون على علاج معين أو أدوية معين هو يتعلق بالطعام يتعلق بالرياضة يتعلق بالحفاظ على هذا التغيير النظام الحياتي الصحي كيف يمكن أو هل يمكن أن نتعايش مع الروماتيزم لا مريض الروماتيزم بده يتعايش معه بس هو الشغل الجيد أنه بعد التطور اللي صار بالعلاجات أنه جزء كبير بيثبت جهاز المناعة وقد يعيش لسنوات ممكن تكون عشرات السنين بدون أي مشاكل ولا أي مضاعفات ولا أي شي فلهذا السبب يعني كثير طوروا في علاجه يعني كنا بالسابق أغلب الناس معروف أنه يأخذ يا الكورتزون يا كان أزعمهم يسمونه مثل تريكسات اللي هو جرعس التحبات يقولون اسمعيها كل أسبوع جديد طوروا كثير يعني راحوا لعلاجات كثير متطورة وحكينا الإلاج البيولوجي وكثير في بعض الحالات أعطنا تائج جيد يعني أنا في بعض الناس يمكن بعرفهم من 2005 بأخذ إبر بيولوجي وكان وضعه كثير سيء واستقر من 2005 لغاية الآن ومتعج على وضع جيد يعني أنت بتحكي لك عن 17 سنة ممتاز جدا ما عنده مشاكل ولكن محافظ على علاجه وكان بوضع كثير متقدم فحاليا أنه ممكن مريض الروماتيزم مع التطور العلمي والطبي والعلاجات الجديدة قد يتعايش مع المرض ويعيش حياته الطبيعية ويكون إنسان منتج في المشتوى والأهم الالتزام بكافة العلاجات الخاصة بسواء بالكيميائية الأدوية الكيميائية أو حتى تغيير النظام الحياتي إلى نظام صحي إجمالا دكتور رائد فرسخ المدير الطبي لمشفى الإسراء خاصة إجراحة العظام والمفاصل نتمنى دائما دوام الصحبة العافية لك ولكل الطاقم لكن هنا نود التنويه أيضا بما أننا ذكرنا الطاقم في مشفى الإسراء آخر الأخبار سريعا حول قسم القلب كيف الوضع عندكم والله إن شاء الله أن الأمور هلأ جيدة نحن جيد ومستوى يعني نتمنى من الناس المعنيين أنهم يزوروا ويشوفوا كدش على مستوى معمول فإحنا هلأ عملنا بنحاول ترسية عطاء القلب بس بحاجة بهم من الناس أصحاب الهم العالية لأنه المبالغ المطلوبة كبيرة حوال 2 مليون دولار يعني نتمنى من الأياد الخيرة والأياد البيضاء المستثمرين أيضا الداعمين في هذا البلد والمنتمي لأن يكون في تحركات سريعة من قبلهم بدعم إن شاء الله كافة الأقسام لديكم كل التحية لكل الأطباء والطبيبات في مشفى الإسراء وأيضا للممرضين والممرضات وأيضا الموارد البشرية وفي الشؤون الإدارية كل الاحترام لكم جميعا ولك أيضا دكتور رائد فرسخ المدير الطبي لمشفى الإسراء خصائي جراحة العظام والمفاصل شكرا شكرا للمشاهدة